سليمان خليفة نائب رئيس المجلس الشعبي المكلب بالإدارة والرقابة المالية ربما غدا سيكون اليوم المهم والامتحان الذي ينتظره جميع المواطنون الجزائريون سيكون عرض مخطط عمل الحكومة يعني يأتي في وقت جد حساس خاصة أن الأسواق تشهد ارتفاع رهيب للأسعار الخضر الفواكه وحتى الخدمات تحدثنا قبل قليل مع سيد حزاب بن شهراء وقد فسر لنا ربما أسباب هذا الارتفاع كيف تقيمنا الواقع سيدي والله أختي الفاضلة أولا شكرا على هذه الاستضافة وأسعد بها وكذلك تحية إجلال وتحية مسائية للأخ بن شهراء على هذه التوضيحات وعلى ما أدل به أختي الفاضلة هذه الحكومة الآن غدا أمام امتحان هذه الحكومة جاءت كأول حكومة في إطار الجزائر الجديدة وفي إطار القوانين الجديدة وفي إطار الدسول الجديد الشعب الجزائري ينتظر الكثير من هذه الحكومة ينتظر حلول فعلية ينتظر ممارسات فعلية ينتظر تغيير الذهنيات ينتظر ليست شعاراتهم نحن طلعنا على مخطط عمل الحكومة تفاجأنا كثيرا لما يحتويه لا نقول أنه سلبي 100% تحدث عن الحروليات وعن العدالة وعن عدة مواضيع لكن لما أهمل الجانب الاجتماعي وأهمل ما يخص المواطن في حياته اليومية أختي الفاضلة مخطط الحكومة هذا نعم في البند الثالث تكلم عن الجانب الاجتماعي كنا ننتظر الكثير كنا ننتظر من الحكومة أنها تبادر بحلول ملموسة تبادر بميكانيزمات وأليات لإرجاع ثقة خاصة للطبق الهشة ونحن في ظل هذا الكوفيد وهذه الأزمة التي مست العالم بأسره هذه الأزمة أزمة الكوفيد أنهكت الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي مع تهاوي الدنار مع تهاوي القدرة الشرائية مع ضعف المداخل التي أنحصرت على البترول حتى أن قطاع التجارة يتكلم على 2.5 مليار في هذا السوداسي الأول كخارج المحروقات لكنها غير كافية أختي لما نأتي إلى محور إرجاع ثقة بين المسؤول وبين الجزائرين كلهم أصبحوا يشككون في كل شيء أو هذه الحكومة ينتظر منها الكثير ننتظر منها نحن كنواب أولا هذه الحكومة هي الأولى جاءت في إطار الجزائر الجديدة التي نطمح إلى تغيير الممارسات تغيير نظام الحكم تغيير الفعل هذه الحكومة غدا ينتظرها سؤال كثيرا أسئلة كثيرة من طرف النواب حول ما جاءت به للنواب ولتقنع به الرأي العام نحن لما ننظر في هذا المخطط الموجود أمامي غياب كامل للجامب الاجتماعي غياب كامل لحماية القدرة الشرائية هذا السميق هذه الأجور يعني جاءت في بند أننا سوف نراجع الأجور وكذلك بند السيد الرئيس الجمهورية قال أن هناك منح للبطالة نثمن هذا الشيء لكن هذا لا يكفي لأنه كما أسلف السيد بن شهرة أن قضية المضاربات في ارتفاع الأسعار ليست حصريا على اللحم اللي هو البيضاء يعني نرى اليوم ربما أبسط المواد أو المنتوجات يعني جد غالية بالنسبة للمواطن البسيط أنا أشوف بالي وزارة التجارة غائبة غياب كلي كأنها غير موجودة في هذا يعني أين هي وزارة التجارة؟ أين هي الأليات؟ الرقابة؟ أين هي الميكانزمات؟ وزيرة تجارة وترقية صديرات سيد كمال رزيق كان أمس قد أزدى تعليمات صارمة تتعلق بضرورة تكتيف العمليات الرقابية على الأسواق الجملة والتجسئة والتصدي للمضاربة وما هي خطوات ونية؟ لكن هذا لا يأتي في الوقت بدل الضيع هذا لا يأتي في الأخير هذا كان من الأول نحن تعرضنا لأزمات أزمة الزيت أزمة السميد كذلك أزمة المياه مؤخرا عدة أزمات تعرضت نحن نعرف بأن الحكومة جاءت في ظل ضرف صعب جدا واجه الحكومة هو صعب صعب جدا لا يزبط من حلول وميكانيزمات فعلية ليست شعارات حتى لو نتابع هذه التعليمة سيد بن سلمان اليوم أعتقد على أن الإشكال هو إشكال في مردودية الرقابة وليس في الرقابة بحد ذاتا اليوم عدد المراقبين على المستوى الوطني رأهم بأعداد كبيرة لكن هنا الوقت حان لأخذ الأمور بصرمالة ذلك وتقييم ونتكلم عن مردودية المراقبين اليوم والله أختي الفاضلة وجب إعادة النظر في كل قوانين بما فيها قوانين التجارة يعني لما نشوف القانون فيه هناك ثغارات لما نتكلم عن إنتاج وطني لما نتكلم عن الخضر الفواكه إنتاج وطني الظروف المناخية غير صعبة نحن نعرف بليرتفاع الأسعار تأتي في ظل ظروف مناخية أمطار كذا يعني صعب أنك تقطف هذه الثمار ولكن لما نشوف أن السوق الخضر الفواكه التهبت إلتهاب كبير نروح للعجائن نروح لكل ما له علاقة بالحياة اليومية المواطن هذا يعني هنا يدلب للدولة نقدر نقول غائبة غيبة كلي يعني مخطط الحكومة عشرت على أنه أهمل أو لم يعطي الجانب الاجتماعي حقه اليوم أنتم كيف ستسألون الحكومة حول هذا الأمر خصوصا يعني أكيد مع ارتفاع الأسعار والله إحنا نقوله إحنا دعاة الأمل نحن دعاة الأمل نحن لا نعطي صورة ظلمية نعطي فرصة لهذه الحكومة ربما شهر شهرين ثلاثة إلى غاية السنة تأتي لما تقدم الحصير لنتاحها في العام القائل المقبل تقدم الحصير تعطيني وش أنجزت على أرض الواقع الحكومة نقدر نقول في هذا الشيء في هذا التضارب كما أسلف سيد رئيس الاتحاد للتجار تضارب يعني تخضع للعرض والطلب هذه المنتوجات محلية نعرف بلي اللحوم مربوطة بالأسعار مربوطة بالأعلاف مربوطة بالموال في حد ذاته مربوطة بالناس المنتجة والناس المربية يعني نشوفوا بلي الحكومة يعني كأهملت هذا الجنب أهملته بصورة كاملة ما قدرتش أنها تعطي ولا شيء للمواطن كبريق أمل أننا راح نحسنه النمط المعيشي للجزائريين نعم سيد بن سليمان نبقى دائما في ذات السياق ربما اليوم الحل هو تفعيل الرقابة وآليات التسيير خاصة بأسواق الجملة وتجسئة لضمان سيرورة حسنة لسلسلة عملية البيع للمواطن البسيط نأتي الآن ربما فيما يخص المدخول أو الراتب الشهري الجزائري نقطة جدا مهمة تكاليف مرتفعة تضاعفت لكن المدخول الجزائري جد قليل يعني نرى رواتب الجزائريين لا تكفي ليكونوا مع هذه الأسعار المضاعفة كيف ترون هذا وهل ستقترحون ربما غدا حلول على المجلس الوطني الشعبي بالفعل أنه فعلا الراتب يعني وخاصة أننا راه أشار أسيد رئيس لجنة الصناعة في المجلس الوطني زميلي أشار إلى إعادة النظر في السميق يعني نشوفوا اللي عنده ثلاث أولاد بشيد الولد الوحيد يتكلف أكثر من ألف منه من عشرة ألف دينار جزائري بشي دخلوا للمدرسة اليوم أنا قلت باللي أصعب دخول اجتماعي تعرف الجزائريين هو هذا الدخول هذا نحن لا نحمل جهة ما لكن نحمل الجميع ونحمل كل من له يعني ذرة مسؤولية في هذه البلاد أنه يتفطن لهذه المعضلة ومعضلة الجزائريين لأننا باش نرجع الثقة في بعضنا كمسؤولين كنواب كحكومة كهيئات صعب جدا في ظل هذه الممارسات في ظل غياب ميكانيزمات في ظل غياب آليات لما نتكلم على القدرة الشيء نتكلم على اقتصاد الوطني نتكلم على استثمار نتكلم على إعادة الكتلة النقدية كالمواطن ما ثقش فيك حتى في عشرين ألف دينار بشيخليها في لابوس يعطيك أم الملتع ويجبوه لك دخلوا يعني إعادة النظر في المؤسسات المالية لتعنا طيب ما هي الحلول التي تقترحونها؟ أنا أقترح ورشاق عمل تكون موسعة لكل الخبراء والاقتصاديين وتكون أنها تأتي بحلول جذرية وحلول واقعية كما أسلف الأخ برشورة أنها تكون حلول دائمة ليست حلول ترقعية أنا كل ما تجي أزمة إلا ونجروا ونجتهدوا وتصبح الحكومة تجري علش تخلي حتى أن يجي الفاس في الرأس؟ علش لم تتحرك من الأول لم تضع ميكانيزمات لم تضع أليات اليوم المواطنين راح ينتظر الكثير من هذه الحكومة الحكومة يعني جاءت بوجوه جديدة بوجوه لا نشكك في كفاءتها لا نشكك في اختيارات الرئيس جمهورية لكن نتمنى منها الأفضل ونتمنى الجزائري أنه يعيش العيش الحسن العيش اللي يقبيه الجزائري أصبح اليوم لما تتكلمه يقول لك مديقوتي ما كانت حاجة جديدة ما كان حتى أمل في البلاد ما هو الحد الأدنى للأجور التي ترونها مناسبة للمواطن البسيط لكي يعيش هنا في الجزائر يعني في ظل هذه الوضعية التي تشهدها البلاد والله أختي الفاضي أنا رأيي الخاص أنها لا بد أن تتجاوز لخمسين ألف دينار حتى نقدر باش يعيش الإنسان عيشها على الأقل مقبولة ما نتكلمش على الكرام ما نتكلمش على كده لكن لما نتكلم في الفورتري على الأسعار اللحوم ليس المشكل في اللحوم ليس المشكل في اللحوم يعني الأسعار كل المنتجات القهوة زادت من جواء إلى هذا يومين هذا ثلث مرات من خمسة وخمسين ألف خمسمية وخمسين دينار إلى حد الآن رح تسفق يعني النوعية الممتاز أكثر من مئة وعشرين ألف ومئتين دينار جزائري أختي الفاضلة واجب على الحكومة أنها ترجع برسيس الأمل برسيس الثقة بينها وبين هذا المواطن لأن المواطن لما تكلموا يقول لك حتى حاجة ما عجبتني نحن نعطي هذه الحكومة فرصة هذه الحكومة نعطيها الوقت الكافي أنها تحسن وضعية الجزائريين أنها تعطينا أرقام حقيقية ما تعطينا لا تسوق لنا الأشياء التي تنفذها في التيرا الحكومة مطالبة بالكثير لدى الجزائريين الحكومة مطالبة بإرجاع بريق الأمل الحكومة مطالبة بإصلاح ما يمكن إصلاحه في القوانين أنها تجيب القوانين للمجلس وطني أنه يناقشها كذلك المجلس الشعبي وطني أننا نسمع مؤخرا في جلس عمل مع وزيرة القطاع ووزيرة العلاقات أننا ممكن أن النواب يقترحوا قوانين وهذا لم يكن في السابق إن شاء الله تكون أنها فعلا نقترح قوانين لإن شاء الله تخدم هذا المواطن وتخدم الجزائري بصفة عامة كنت أود أن أثير نقطة سيبن سليمان ألا وهي كنت أعطيت قبل قليل مثال فقط بأسعار اللحوم اليوم الكل يعلم على أن هناك بعض الأسواق وبعض الشعب والأسواق هي اليوم خارج رقابة الدولة لا داعي لتسمية هذه الأسواق وحتى المناطق لأنه الكل يعرفها اليوم في رأيك كيف يمكن أن تؤثر هذه الأسواق وهذه الشعب اليوم رأي خارج عن رقابة الدولة على السوق ككل وعلى لما نقول السوق نتكلم على القدرة الشرائية للمواطن الله يختي غياب سياسة ردع غياب سياسة حقيقية للإصلاح إحنا قاعدنا نمشو بإشعارات نذكرك في السابق في السبب الثمانينات كنا نتكلم من أجل حياة أفضل شعارات قاعدة راسخة إحنا اليوم نحوصه على هو يجمل موسى نحوصه على نظرة حقيقية اقتصادية لإصلاح ما يمكن إصلاحه الجزائريون اليوم 44.7 مليون 22.3 كم ربع في ظل هذه الخيرات في ظل الطاقات الموجودة في ظل المناخ المتعدد عيب يعني إحنا حاجة وحدة لما نكون كمشاً تعباد ما تبناش نعيش في بلدنا احنا أختي الفاضلة تمنى من هاتي الحكومة أنها تصلح المجال الاقتصادي لما نكلم مجال الاقتصادي فيه عدة شعب متشعب احنا اليوم نتكلم على سعر الحديد اوقف كل جانب التنموي خاصة متعلقة بالبناء اوقف الجانب النقل اوقف العمل او البنائين توقفوا كل الناس توقفت من سعر الحديد غالي في السوق اين هي وزارة التجارة هنا لما نتكلم على سوق السيارات فالسابق الحكومة السابقة جبنا عامين احنا تحطوا على كاية شارج على ضفطة شروف باشي جيبوا سيارات ولحد الساعة اصبحت السيارة التي تسوى ثمن قليل اصبحت ملتهبة الى سعر ثلاث مرات الاضعاف تاحها علاش ورانا رايحين؟ منش عيث ورانا رايحين طيب المواطن البسيط اليوم يبحث ربما عن سكن اسعار في المتناول وخدمات مثل ما ذكرت ملف السيارات ملف جد مهم ينتظر ربما نواب البرلمان ايضا يعني ما هي الحلول التي تقترحونها اليوم الحلول التي مثلما ذكرت ان وزيرة العلاقات البرلمانية ذكرت انه ربما ستكون هناك مبادرة جديدة وانتم النواب ستقترحون حلولا لتنمية الاقتصاد الوطني ما هي هذه الحلول التي ستقومون باقتراحها اليوم لضمان العيش الكريم للمواطن الجزائري والمناسب اخت الفضل نتمنى من البرلمان الحالي انه يكون الهيئة الراقبية الوحيدة على جهاز تنفيذي ليست شعرنا نتمنى ان السيد رئيس الجمهورية يعطي كل الضمانات ان هذه الحكومة تستجيب لمتطلبات الشعب عن طريق النواب احنا الحكومة كانت تقبل في جهة والنواب في جهة كان النواب مشهورين برفع الايدي انا كنت في البرلمان السابق نعرف النواب لانهم بالكوطع وش كانوا يديروا كانوا هما عكس وش يحوس المواطن اخت الفاضلة نتمنى في ظل ما اسلفتي وفي ظل ارتفاع الجنوني للاسعار وفي ظل غياب سياسة واضحة اقولها صراحة سياسة واضحة لمعالجة الاقتصاد بما يتعلق بالاستثمار بما يتعلق بجلب المستثمرين حتى الاجنب لان المشكل في قوانينا المشكل في قوانينا ماهيش سهلة قوانينا في حد ذاتهم وعقل جدا اذا كان المستثمر الحالي الوطني رافض باش يتعامل معه الهيئات الوصية الرسمية كيفاش نجيبوا اجام باش يوفرون اليد العاملة وانهم يقوون الاقتصاد الوطني انتعنا اخت الفاضلة الحكومة بعيدة كل البعد من خلال هذا المخطط اذا ما عالجت نفسها واعطت خيارات اخرى ونتمنى من البرلمان الحالي انه يسائل اسئلة ايجابية للحكومة وانها تجيب ويبقى متابع لعملها يعني بما انه يمثل الرقابة من حيث الاسئلة الشفوية والكتابية نتمنى انها تكون حكومة حكومة الجزائرين لكننا نعطي الفرصة لهذه الحكومة نعطي للسيد ايمان بن عبد الرحمن كل الوقت انه يأتينا بالجديد وانه يعطينا وشعان الوزارات متاغون ومن تمناها سيد بن سليمان خليفة نائب رئيس المجلس الشعبية المكلف بالادارة والرقابة المالية نتمنى ان شاء الله ان تنخفض الاسعار وتصبح في متناول المواطن البصير خصوصا انه اليوم هذه الحكومة الجديدة المنتظر المفروض انه تكسب ثقة المواطن في وقت جد حساسة سيد بن سليمان تشترني رأيك انا اشاطرك الرأي انها على الاقل كان نوع اثيقك انعدمت بين المسؤول وبين المواطن اثيقك انعدمت بين الجزائريين لا اقول انهم تصحب بالفعل جزائر جديدة من خلال انتخاب رئيس جديد من خلال دستور جديد من خلال انتخابات شرعية جديدة من خلال الانتخابات المحلية القادمة وممثلين الشعب في المجلس المحلية شعب منتظر منهم الكثير لكننا نحن نريد التغيير الحقيقي فعلا تغيير الذهنيات تغيير الممارسات لا تغيير الاشخاص اقولها لا تغيير الاشخاص تغيير القوانين تغيير اساليب الحكم حتى نرجع الثقة نحن عندنا الكثير عندنا الخير نحن دعاة امل كما اسلفت علش رانا قاعدين نشكك في كل شيء الجزائري اصبح يشكك وان عدمت بينه الثقة وبين المسؤول نحن كنواب وكحكومة وكشعب كلنا منخلطون في ظل برامج الجزائر الجديدة من اجل الذهاب للأحسن من اجل الذهاب الى الروقي من اجل الذهاب الى التطور الجزائرين يعني انا قلت انهم يضربهم المثل من حيث التضامن من حيث الهبات ومن حيث الوقفات انتح معروفين بها كذلك يضربهم المثل من خلال حراقهم المبارك الذي كان سلميا واتى الى التغيير بصورة سلسة والحمد لله سيد الرئيس جمهورية ووفق الى حد بعيد باش يوصلنا الى جزائر امنة وجزائر مستقرة في ظل في كنف اقتصادي ان شاء الله عن طريق الحكومة هذه يكون متطور ويخدم كل الجزائرين سيد بن سليمان خليفة نشكرك على كل الشروحات التي قدمتها الينا في موضوع اخر مشاهدنا الكرام بعد ان بلغت اصعار السمك بمرحلة سابقة 900 دينار جزائر الاسعار